هذه النظرة الأوروبية المتشائمة هي البقاء الرئيس الأسد في السلطة لسبع سنوات قادمة. من أي زاوية يمكن أن تنظر لها دمشق؟ طبعا صديقي يجب الملاحظ هنا على أننا لم نعول إطلاقا. لا على الاتحاد الأوروبي ولا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة وأن هذين الجانبين أو هذين الطرفين كان الأساسيين في العدوان على سوريا. فإذا تابعنا العشر سنوات الماضية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تورطت في حشد هذا الجسم الإرهابي. فرنسا تورطت. بريطانيا تورطت. كل هذه الدول في الحقيقة كانت لها أهداف لا تغيب. لا عن ذهني ولا عن ذهنك ولا عن ذهن السادة المشاهدين. المواقف التي مررنا بها سابقا لجهة هذه الأطراف كانت تقود هذا العدوان على الدولة السورية. وكانت تعول في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعد هذه السنوات على أن يكون بريمر نسخة ثانية موجود في العاصمة السورية دمشق. لكن السوريين بدولتهم بجمهورهم. بتضحياتهم ببسالتهم. صمدوا هذا الصمود. وحافظوا على الدولة. وحافظوا على ثبات الدولة. وحافظوا أيضا على استقلال قرارهم وسيادتهم. هذه واضحة. لكن إذا كنا نعول على أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون موقفها غير هذا الموقف. نكون في الحقيقة مخطئين. نحن في سوريا لا نعول على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا خاصة شخصيا وأنا أسف جدا لهذه الأنا. لو أن الولايات المتحدة الأمريكية امتدحت هذه الانتخابات كما امتدحتها في العراق. كما امتدحتها في ليبيا. في لبنان. حتى في السعودية يا صديقي. لو امتدحتها. الموضوع ليس موضوع سعودي يا سيد خالد العبود. دعنا هنا نبقى في إطار القضية نفسها. إذا كان الرئيس الأسد. أنا أسوق تشبيها. أنا أسوق. نعم فقط اسمح لي. إذا كان الرئيس الأسد غير مكترث بالمواقف الأوروبية أو الأمريكية. ولا يوجد أيضا ربما مضلة علاقات مع المنطقة العربية. على ماذا يعول في ملف العلاقات الخارجية في الفترة القادمة. في تقديري بأنه إذا ما فهمنا في السياسة العلاقات السياسة لا تقوم على علاقات عامة يا صديقي. والسياسة لا ينتجها عقل موظف. بمعنى التعويل على مضلة علاقات عربية. هذا في الحقيقة سوف تنتجه الأيام القادمة. وسوف تثبته الأيام القادمة. وإلا ما رأيك بهذا التحول بهذه الاستدارة لجهة بعض أنظمة الخليج. لن أذكر لك السعودية. باتجاه العاصمة دمشق. كيف نفسر هذا الأمر؟ كيف نقرأ هذا الأمر؟ أنت في معركة. أنت كنت في معركة. وبالتالي استعملت بعض الأنظمة العربية. واستعملت بعض الحكومات العربية. كي تكون المقدمة أو دعني أقول الواجهة لهذا العدوان على سوريا. أنا في تقديري لا يعول الآن على هذه العلاقات. لا أعلم مستوى أطراف العدوان. ولا أعلم مستوى الأدوات التي استعملت في هذا العدوان.